أطلق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر استراتيجية بناء الوعي 2021 وذلك خلال ندوة تناولت أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تتناول هذه الاستراتيجية ملفات الاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية والتطرف الإلكترونية إضافة إلى اللغة العربية بين المأمول والتحديات تستهدف هذه الاستراتيجية كذلك رفع الوعي بشأن أثر تحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم الناتج الوطني كمطلب شرعي وحق العامل وحق العمل نحن أولا بداية بنعلن أننا منفتحون على كل الجهات وأننا مستعدون لتوقيع بورتوكولات وأن دي تكون استراتيجية شاملة وجامعة لكل جهات بناء الوعي في مصر ولكن بالطبع مهمة الإعلام مهمة أهمة جدا في التسقيف والتنوير ويمكن بما أن قضية الخطاب الديني كانت إحدى أهم المعضلات الفكرية طوالي العقود الماضية وأننا عانينا من الجماعات المؤدلجة التي حاولت أن تنحرف الخطاب الديني عن مصار كانت البداية بين المجلس الأعلى للإعلام كواجهة ثقافية فكرية وطنية مع وزارة الأوقاف باعتبار أن القضايا الدينية هي الأكثر الحاحن والأكثر شغلا